اشتركوا في القناة من جهود متميزة وتطوير مستمر فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الإجراءات الجمركية المتبعة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الحركة التجارية والنشاط الاستثماري والتوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده دول المجلس وأشهد معالي الوزير بالدور الفاعل الذي تؤديه جمارك دول مجلس التعاون فيما يتعلق بتيسير حركة السفر والتجارة وفي الوقت ذاته تعزيز الأمن الجمركي منوها إلى أهمية العمل المتواصل في إطار المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون بما يتناسب مع المستجدات الراهنة التي تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة بدول المجلس والذي يمكننا بإذن الله من التصدي لكافة التحديات من خلال توحيد المواقف واجتماع الكلمة وتظافر الجهود وفي هذا المجال أشار معالي الوزير إلى إقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بشأن حركة الشاحنات بين الدول الأعضاء وتطوير العمل بآلية التحويل الآلية المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس ونتائج اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد من جهتهم أعرب أصحاب السعادار وأساء ومدراء عمين الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الداخلية وتوجيهاته السديدة مشهدين بما تقدمه مملكة البحرين من مشاركة إيجابية ومقترحات بناء وتجارب ناجحة في مجال العمل الجمركي وما تبديه من روح التعاون مع الأشقاء في كافة مجالات العمل الأمني معبرين عن شكرهم وامتنانهم لما حظيت به الوفود المشاركة من حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتمنياتهم لمملكة البحرين بدوام الأمن والتقدم والازدهار اشتركوا في القناة